أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة شركة أباتش الأمريكية في مصر وخلال لقاء عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع مسؤولي الشركة لاستعراض خططها في مصر خلال الفترة المقبلة أكد مدبولي التطلع لضخ الشركة مزيدا من الاستثمارات الجديدة وكذلك توسع في الأنشطة الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة جون كريستيمان أن الشركة تعتزم استثمار نحو مليار واربعمائة مليون دولار في مصر خلال العام المقبل